ادراج مربع قائمة ان مربع القائمة يظهر جميع القيام وكأنه list او قائمة اما مربع التحرير والسرت فيمكنك من كتابة القيمة او اظهارها بشكل قائمة فهو مربع نص ذائد قائمة اما القائمة فهي عبارة عن قائمة عادية يمكن اختيار القيم منها مباشرة ولاحظ ان تقوم بتشغيل معالج عنصر التحكم ليظهر مربع الحوار معالج مربع قائمة اريد ان يبحث مربع القائمة عن القيم في جدول او استعلام حدد الجدول المؤلفين ثم انقر على التالي حدد الحقول المتوفرة رقم المؤلف واسم المؤلف مثل مربع التحرير والسرت اختر رقم المؤلف ليتم الفرز حسبه انقر على التالي يمكن اخفاء عمود المفتاح كما حددنا هنا انقر على التالي الان يمكن تخزين القيمة في الحقل اسم المؤلف ثم نقر على التالي عليك تحديد اسم القائمة وهي اسم المؤلف الذي سوف يظهر هنا او اسم اللاسقة او اسم مربع التسمية كما تريد ان تسميها انقر على انهاء ولاحظ الان عند العرض سوف تظهر في كل سجل لاحظ هنا يتم تعليم احد القيام كما هو محدد لاحظ ذلك اذا يمكن تغيير ذلك مثلا السجل الاول اذا حددت محمد خالد ثم انتقلت الى السجل الثاني ثم عدت اليه يتم تخزين القيمة دائما في اسم المؤلف